قال إذا أردت تحرير وطن فضع في مسدسك عشر رصاصات تسع للخوانة وواحدة للعدو فلولا خوانة الداخل ما تجرأ عليك عدو الخارج لا يا حضرة الجنرال حسين بن حديد من تكون أنت ومن فوضك حتى تعطي للجزائريين دروسا في مفهوم الانقلاب الذي كنت أنت أحد مهندسيه نحن لا ننسى بأن يدك تلطخت بدماء الشعب ألم تتحالف يا جنرال مع القتل إبان العشرية السوداء يا حضرة الجنرال حسين بن حديد ألست أنت من أعطى الأوامر لنس في بيوت الجزائريين في بشار ألست أنت يا جنرال من هجر الآلاف ورمى بالمئات في المعتقلات يون محاكمة في بشار اسأل أهلنا هناك يشار لك بالسفاح لا غير واليوم ترى نفسك خارج العصابة وتقترح في الحلول الملغمة لا يا سيدي بل أنت عراب العصابة عني يقول لك أنت وعرابك الجنرال تفيق الذي وصفته ذات يوم بالذئب الماكر نعم مكرتم وتحالفتم على الشعب واليوم تريدون السطو على ثورته دسائسكم مناوراتكم تاريخكم الأسود شاهد على خيانتكم للوطن يا جنرال فدموع التمسيح التي تذرفونها فضحت مخططاتكم الإنقلابية فأين هي ضمائركم التي يبدو أنها تستيقظ إلا عندما تدك معاق الأذناب فرنسا وأنت ناطق الرسمي باسم خادمها المطيع وضميركم أنت يا جنرال يستيقظ إلا عندما تفتح أو تفتح ملفات فسادكم وقصص غدركم بالرجال وقبلها خيانتكم للوطن باسم الشعب الجزائري لا تستحقون النياشين التي تتوشحونها لأنكم بحق مجرد بياد قد تعمل بالوكالة لصالح أسيادكم الذين تنفذون اليوم جنداتهم التي تستهدف إدخال الجزائر في أتوني فوضى نعم أنت وجنرالكم السيقار الذي لا يزال يهوى اللعب من وراء السطار ذلك الشبح الذي نسجتم حوله الأساطير كرب للجزائر تبين أنه مجرد رئيس عصابة برتبة فريق يا جنرال حسين بن حديد أنتم سبب مآسي الجزائريين والتاريخ شاهد ولن أعدد لك النقاط السوداء في مصارك الذي يخجل أي منتسب لجيش الأحرار لا جيش العصابات بأمثالك يا جنرال بن حديد أو يا حضرة الجنرال حسين بن حديد قال العرب قديما يداك أوكت وفوك نفخ وأنتم يا جنرالات الدم والخراب أنتم الذي قلتم ذات يوم إنني على استعداد لنسف بشار وزرعها بطاطا يبدو أنك تحت صدمة انهيار السنم كيف لا؟ وهو أحد حراس المعب حرب بالوكالة تستهدف المؤسسة العسكرية تحيلنا إلى قصة لس جبان لا يخوض حربه بنفسه هذا اللس يا جنرال تفيق يبدو أنه يحتاج إلى إعادة تقليم للأضافر بعيدا عن المخططات الإنقلابية الجزائريون يتابعون على مدار الساعة حكاية سقوط أباطرة الفساد الواحدة والآخر لنكتشف بأننا في دولة عصابات متصارعة الإصابة الأولى كانت تتلاعب أذرعها بالختم الرسمي وحولت الجزائر إلى ملكية خاصة عاثت فيها فسادا وعصابة أخرى كانت ولزالت عنوانا لدولة موازية يتباك إيتامها بل عرابيها على عبارات إنقلابية ظاهرها نصرى لمطالب الشعب المشروعة وباطنها محاولات غير بريئة للزجي بالجيش في وحل السياة التركة ثقيلة والفساد محليا ومركزيا بلغ عنانا السماء من أين نبدأ والتحقيقات الابتدائية كشفت عن فضائح لا تعد ولا تحصى أبطالها من أؤتمن على ثروات الجزائريين أبطالها مسؤولين برتبة رؤساء عصابات